السلام عليكم متابعين ومحبين شركة لاخوين اليوم جيناكم فيديو جديد بشرح جديد على سؤال تكرر علينا هواية اللي هو شرح حول غسالة الملابس ماركة الحافظ فتحة علوية وراح نشرح لكم بنفس الفيديو وفيديو لك على الفتحة الجانبية مع الغسالة الحافظ غسالة الحافظ الفتحة العلوية مواصفات تجي بيها كلش حلوة وعديدة اول شي يجي بيها انه تجي سمارت داير موجود باغلب الغسالات الحديثة الفل اوتوماتيك مثل ما نقول او دفع مائي بكل الاتجاهات يعني ضخ الماء يكون مو بس من فوق يعني الماء يتدفق عندك من فوق ومنص الصفاحي مال غسالة حتى يطيك صورة تغسل كلش جميلة وكلش حلوة نحكي لكم بصورة عامة على غسالة الملابس ماركة الحافظ طبعا هيجي التغليف مالتها كل استيل مقاوم للصدق بلون سلفر ولون احمر ولون عميات طبعا العجام المتوفرة بها حجم 10 كيلو 15 16 كيلو 17 كيلو 19 كيلو هو الاكبر حجم اللي 19 ونص بيو 19 يعني 20 ب 19 أكبر حجم بيو الحجم العملاء الغسالة الفل اوتوماتيك اللي بالحافظ تغسل بطانية اقل حجم 15 كيلو يكون حجم الضخ مالتها اقل شي لازم 15 كيلو طبعا النظام مالتها نظام كلش حلو شبيه بغسالة الالجي طبعا تجي بيها لما خمس سنوات صيانة موقعية فتح الباب واغلاق الباب بصورة اوتوماتيكية بكل سهولة وكل سلاسة طبعا مثل ما تشوفون اذا في حالة انطفت الكهرباء اوتوستار يعني اذا انطفت الكهرباء بعدكم ورجعت اشتغلت راح تكمل الغسالة موقفت ترجع تكمل الغسالة مالتها استخدامها سهل وبسيط تجريل منها مستوى الماء منها تدفق الماء درجة الماء اللي تريدها انت ثاني درجة الماء اللي تريدها انت بالغسالة تقدر تحدر من هذا الخيار درجة الحرارة مال غسل اذا كانت تريد حار بارد وسط طبعا هالغسالة تحتاج تأسيس يعني مو مثل غسالة الجانبية بيه هيتر داخل اي ما بيه هيتر داخل يحتاج تأسيس لها حار بارد او تشتغل عندك بصورة طبيعية طبعا طبعا بناءة الفيديو كمانناكم الشرح ان شاء الله وشوفناكم الحوض الداخلي مالغسالة مثل ما جاي تشوفون انتو هذا الحوض السلس تيل مالته وهذا النظام مالته طبعا الحوض مثل ما ذكرنا لكم يجي كل السلس تيل اه مع دبل بوربارين حتى تتحرك وبراها حتى تنغغسالة وتتحمل اكثر وزن ممكن الفلتر منها فلتر تصفية المي النظام التشغيل مثل ما تشوفون قدامكم ادفق الماء درجة حرارة الماء اه وتأخير تأخير تشغيل اذا لانت تتوقفها والوظيفة هي البرنامج استخدام البرنامج اذا تريد ان نقع غسل شاطف يعني اللي هي بصورة عامة اذا انت مستعجل او الغسل البروتيني تخليه اعتيادي اللي هو النورمي المالتك التجريل منها تبطيها ستارت رح تشتغل والباور منها منها طفيون شغلها طبعا اه غسل ذكي بلمسة واحدة وعادة تجريل فوقان فيما قبتي لكم تدفق مياه توربو يعني المياه تدفق عندكم من جميع الجهات مع غسالة تدفق من جوه حتى تضطيك احسن غسل بصورة ممكنة اه هذا مودي غسالة مثل ما تشوفون اه 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 16 هذا بطاقة موالتها طبعا اه اه تقنية منع تشابك الملابس السحرية يعني ملابس متل بغسل اه اتنا الغسل اه متل زقوا حده بالثاني هذه النظام تضافوا بغسالة الحافظ غسالة السامسونج والالجي يعني بحيث ما راح تغسل انت ما راح تتصير طنع الملابس واحد لازق بالثاني او ملابس من داخلها بملابس ثانية راح لا تلقاها كل واحد موصول عن الثاني او بتلشيف بنسبة 95% طبعا هذا الباب السحنة مثل ما قلت لكم ينسد الوحدة يعني مثل بقية الغسارات هذا الضحر مالتها هذي بوار تأسيس من الحار ومن الباب اوحياكم الله والفها لي بكم بنهاية الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتضغطون من زر الاشعارات حتى توصلكم الفيديوهات الجديدة